هذا هو وليد بقرة مستنسخة وقد استقدم إلى مزرعة في أيده بالولايات المتحدة لتحسين الصفات الوراثية للأبقار الموجودة فيها المزارعون في الولايات المتحدة وأمريكا الجنوبية وأسيا يمكنهم استخدام سلالات مستنسخة من البقر والمعز لأوراد زيادة التكاثر وتحسين إنتاج اللحوم والألبان في مزارعهم لكن في بريطانيا هناك حظر على هذا الأمر فبعد تقارير صدرت الصيف الماضي حول وجود لحوم وألبان مأخوذة من سلالة أبقار مستنسخة في الأسواق شكلت الحكومة البريطانية لجنة علمية لدراسة ما إذا كانت هذه الأغزية صالحة للاستخدام آدمي واتفقت النتائج التي خلصت إليها اللجنة مع ما توصلت إليه أبحاث علمية أخرى وهو أنه ليست هناك فروق جوهرية بين لحوم الماشية المستنسخة وبين تلك المأخوذة من حيوانات المزارع العادية لكن اللجنة قالت أيضا إن هناك حاجة لإجراء مزمز من البحوث ومن المقرر أن تناقش لجنة جودة الغذاء البريطانية نتائج الأبحاث التي أجرتها اللجنة العلمية في اجتماعها الشهر القادم وعلى أي حال فإن الحوم وألبان الماشية المستنسخة لم تطرح في الأسواق البريطانية حتى تتغير قوانين سلامة الأغذية الأوروبية اشتركوا في القناة